اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة خاصة وحوار خاص مع نجم مختلف واحد من اللعيبة اللي جمهوري الاهلي بحبها قوي واحد من اللي تمسكه بالفانيلا الحمراء الاقصى درجة واللي قدر في وقت قياسي يحط بصمة فنية كبيرة تؤكد على قدراته الكبيرة النهاردة هيكون معانا في حوار من نوع خاص عمر كمال عبدالواحد الملقب بجكر الاهلي في 12 يناير الماضي اعلن النادي الاهلي عن ضم عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنين ونص مع امكانية اضافة موسم اخر ومن اليوم ده وعمر كمال بدأ يكتب حكايته مع الاهلي الحكاية اللي بدأت بالنجاح والتقلق اتمسك بالفرصة واسبت وجوده خطف الاضواء وبقى واحد من اهم النجوم قدر يلعب في كذا مكان صال وجال في كل المباريات هو اهلاوي حتى النخاع عاشق للفنيلة الحمرة وطموحاته مع ناد القرن ملهاش حدود كان مع زميله في استاد القاهرة بعد الفوز بدوري الابطال رقم 12 برغم عدم قيده في القايمة الافريقية عينه على الدوري وهو احد نجومه وهدفه حصد بطولات كتير مع ناد البطولات عمر كمال في ضيافة قناة الاهلي في حوار خاص جدا اهلا بالجوكر اشتركوا في القناة